السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي مشاهدين كناتنا وقت الحارة بحياتي لحضراتكم معكم أخوكم سامح الخارقة نهاردة إن شاء الله معنا فيديو تعليمي هنتكلم عن الفلة الحرة بإذن الله هنتكلم عن كل حاجة تخص الفلة الحرة من الألف لليال وهنجهز مع بعضنا عضو السيد طبعا الفيديو ده المبتدئين أنا كنت أعمل الفيديو ده قبل كده إن شاء الله سيظهر لك دلوقت وهنسيبه في آخر الفيديو إن شاء الله كنت أعمله قبل كده بس إن شاء الله النهاردة هنعمله بطريقة أحسن وطريقة أسرع لمشيئة اللافل بص يا معا العود بتاعي اللي أنا هنشتغل عليه فيه عود بيبقى بسمولة زي دي وفي عود بيبقى بقفيز زي ده النهاردة أنا إن شاء الله هنشتغل بالعودة بقفيز اللي فيز ده بيتفتح كده بيروح يميق وبيروح يماء معايا ان شاء الله دي المكانة بتاعتي هنركب هنا على العدة عشان العدة اللي انا ايه مستهدف ان شاء الله نشتغل به بنحط المكانة بتاعتي كده الاول لفوق بالطريقة ايه وبعد كده حط صبع مثلا كده وبنرجع بالقيفيز ده نقفله على الاخر خالص ونقفل الايه بالقيفيز بتاعه بعد كده ان شاء الله منعدي الخط بتاعي من الدبل بتاعتي بالطريقة دي كده دي اول دبلة منعدي الخط كده دي تاني دبلة اهو تالت دبلة كده انا جمعت الايه؟ العود بتاعي هنجاهز الفلة الحرة ان شاء الله وبعد كده نبدأ نقول لكم ايه وظيفة الفلة الحرة بص يا جماعة الفلة الحرة عشان نعمل الفلة الحرة لازمني حاجة زي دي كده ده اسمه حبسة حبسة جلدة كواتشة فيه منه كبير بالشكل ده اهو وفيه منه صغير تمام؟ ده الكبير وده الصغير لو انا ملاقيتش غير الصغير بنعمل ايه؟ بنجيب له خرزة زي دي كده بنعند اي حد بتاخر دوقت بنجيب له شوية زي دوقل بثلاثة جنيه باربع جنيه بخمسة جنيه ايا كان دي ليه وديه هنقول لكم الخرزة دي لما بتبقى صغيرة الفلة دي ساعات بتعدي من ايه؟ من المصاصة من الشلموة او من الطيب بتاع الايه؟ بتاع الفلة اما الكبيرة مش هتعدي ان شاء الله يبقى احنا جماعة لو معانا الفلة الصغيرة دي منعدي الاول الفلة في الخيء ازاي حنوري لكم على الكبيرة وبعد كده منعدي الخرزة دي الخرزة دي مش هتخلي الكويتش الصغيرة تعدي من ايه؟ تعدي من الشلموة دي انا النهاردة الحمد لله لقيت اللي هي الكبيرة فحنشتغل به الكيس ده جماعة بيعمل اتنين جنيه تلاتة جنيه مش هتلاقي اكتر من كده يعني تبقى؟ الكيس بيبقى فيه زي ما انتو شايفين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الكيس ده من عند محلات للاسمر للادوص تحاتي ليك عم محمد احنا مسعليه بصوا يا جماعة هو يابلي الكيس ده مصنعه كده ماشي عم يحيا عشان انت لسه مبوز واحدة فيه حلقة هنا هيت والكويتش بنعمل يعني؟ الكويتش دي لو طلعت من السلكة ده جماعة بوزت انا بنعمل ايه؟ بنعدي الخط بتاعي كده اهو وبعد كده نعدي الكويتش على الخط بنرجع نشد تماما جماعة؟ دي ان شاء الله بتبقى فوق انا عشان كده ان شاء الله مش الفلة دي كبيرة هيا ان شاء الله مش هتعدي فانا مش هنحتاجي لايه؟ الخرزة دي لو الفلة صغيرة بنحط الخرزة دي بنحط الخرزة دي كده وبعد كده مندخل ايه؟ الفلة بتاعتي طبعا جماعة انا الكويتش بتاعتي دي كبيرة معلش يا جماعة انا قلت من شوية الفلة دي قصدي بها الكويتش اما دي اسمها الفلة او الغماز او الفلينة علشان اخواتنا العرق انا كده النهاردة ان شاء الله مش محتاجي الخرزة دي فمنشي هنشيل دي ان شاء الله هنستخدمها في حاجة تانية دلوقتي خليكم معي وبعد كده نبدأ ايه؟ ندخل الخط بتاعي من الغماز من الفاتحة بتاعتي الغماز اللي هو المصاصة الطيب الشيليمو ايا كان الاسم اللي ايه؟ اللي يجي على بالكم عدتنا دي كده ان شاء الله بسلاء بنعمل ايه؟ بنحط مثلا الخرزة زيديت برضو صغيرة الخرز ده كده كده احنا محتاجينه ليه؟ تصدلي تصدلي الفلنة ان شاء الله الرصاصة الغماز ده انا عارف الوزنة بتاعته هو غماز ثلاثة والوزنة بتاعته ثلاثة هنيجي معدي الايه؟ الرصاصة عدت الرصاصة في الخط حد دلوقتي يبينها بالايه؟ بالشكل ده اهو ماشا جماعة طيب نيجي بقى نحط الخرزة ديها عشان تصد الرصاصة بينها وبين الايه؟ طب مصد بين الرصاصة وبين الايه؟ وبين المدور المدور بتاعه هو الربطة بتاعت المدور بكل سهولة يا جماعة اهي ده المدور اوه انا جماعة الربطة دي سهلة متعود عليها بنعملها على طول من الخط ده كده هو منلفه كده تلات اربعة دي خمسة دي ستة ايا كان اللفة اهو وبنرجع نجي من هنا منلفه برضو لفتين من جوة هنا او من غير ما اللفة ويلا اقعد واخنق كده بقت ايه؟ بقت جاهزة معنا تماء؟ كده جاهزنا لايه؟ الفلة الحرة انا العيار بتاعي بقى في المية انا عايز عيار كبير عايز عيار صغير بنتحكم به فيه هنا طب ايه لازمت بقى الفلة الحرة دي يلا بينا بقى هنا لازمت الفلة الحرة جماعة انا معايا عود اثنين متر ومعايا غرق الارض اللي انا عايز نشتغل عليها تلاتة متر او اربعة متر او خمسة متر فبنعمل ايه؟ انا العود اللي معايا مثلا اخره ان هو اطل المتر بنيجي عامل يا جماعة ماسك الفلة دي انا عايز غرق اربعة متر وانا العود اللي معايا اثنين متر بنيجي عامل ديت مطولها على الخاء اربعة متر طب بعد كده اللي بيحصل يا عميحيا تعال عميحيا قوصلي هنا ولا خليك هنفتحه الو امسك انت ارغول يا عميحيا ماشي حنخلونا على كده مثلا كمان اقول هيا عميحيا لا ملكش اللبه ماجي بابا ماشي 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 ايا سنضطيل ايه معش يا جماعة ايه قطر في الان وحتفا حان عائلات هنشلوها في المنتاج اللي بيحصل بقى معنا الجامعة بالكتالي لما نرمي في المية الغماز ده بيفضل ماشي 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 لحد أما يضرب فيه يضرب هلا تبقى انا لو عود بتاعي اتنين متر هنحط الارب بتاعي اربعة متر هتنفع ان انا نشتغل فيها على اربعة متر وانا لو عود بتاعي اتنين متر ديت وظيفة جماعة الفلة الحرة في ناس ساعات بتحب الاكشن بتاعها ان هو الاكشن بتاعها بيخلي ايه عشان الغماز ده يفضل يطلع كده وينزل وبتاع بيخلي الطعمة تاخد يمين وشماء بتبقى عاملة مزولة من السمكة فايه بتعمل اكشن كويس اين كان بقى عجينة دود ده برضو وظيفة تانية ولكن هي وظيفة الفلة الحرة الاساسية ان انت بتاخد عيار طويل حتى لو معاك اوت سوال انا مش عايز نطول عليكم اتمنى ان شاء الله ان الفيديو داي يكون فيه مفيد فيه فايدة لكم كلكم ان شاء الله يا ريت يا جماعة لو الفيديو اجبكم ادعمونا باللايك عشان فيديو انتشر والعومة تفيد على الناس كلها واكتر الناس تقدر تستفق ولو اول مرة تشوفنا اشترك عندنا في القناة كان معاكم اخوكم سامح الخالقة كانت النهات الرحالة السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله